وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية حيث تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 442 قضية أمونية بمضبطات بلغت قرابة 77 طن مواد غذائية وتم ضبط نحو 16 طن في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة كما تم ضبط نحو 61 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 710 قضايا من بينهم 53 قضية خبز ناقص الوزن و 62 قضية خبز غير مطابق للمعصفات وفي مجال ضبط المخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 6 قضايا بمضبطات بلغت أكثر من 17 طن أقمح محلية